منذ أكثر من شهر وهذه المعدات والأدوات الخاصة بفرع البناء تراوح مكانها بعد توقف جميع ورشات البناء عن العمل لأتلقى فرع البناء في المجتمع العربي الدربة القاضية من تدعيات هذه الحرب ويتكبد خسائر كبيرة وكارثية لا يخفي على أحد أن تضررات المواطن يعاني منها بسبب الحرب هي أكثر عمال البناء وفرع البناء فرع البناء هو فرع حيوي لكل مؤسسات الدولة في كل أراضي الموجودة طبعا فرع البناء هو بشغل الدكتور وبشغل المعلم وبشغل المدرس ولكن منطقة وادي عرا هي ضررت من تدعي الحرب الذي هو ضرب فرع البناء بسبب أن أكثر من 90% في دخل العمال الموجودين في منطقة وادي عارو أم الفحيم هم يعتاشون من دخلهم في فرع البناء هذه الحرب كان لها إسقاطات كبيرة وتأثير بالغ على المقاولين وعلى العمال على حد سواء حيث اضطرت الكثير من الشركات وبسبب خسائرها الفادحة أن تخرج عمالها إلى إجازة مفتوحة بدون راتب عمال لم يعرفوا ولا يعرفون حتى اللحظة ماذا يفعلون ومن أين سيصرفون على عائلاتهم عمالنا كلهم طلعناهم في الإجازة بدون دفع وأنا واحد منهم طبعا بسبب اللي صار اللي هو في عنا تخوفات تخوفات من المجالات من البلديات إنه ما تدفع مسارا للشركة إحنا عندنا تلزمات التلزمات اللي هي قائمة اللي هي التأمنات وكل الشغلات لازم ندفعها كالشركة كل شهر إحنا متخوفين من الوضع لهيك أول خطوة سواءناها العمال حاليا 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 لمدة شهرين لحد ما نشفشوا الوضع كثير من العمال اللي عنا بالشركة طلعوا لحالات إجازة بدون دفع وأنا واحد منهم وأغلب العمال اليوم يعني معتمد على البناء وإحنا كاعدين يعني مندور على شغل وأنا أحد هالعمال وبسبب الحارب يعني إنه كثير من العمال بدور على شغل أما المقاولون فخسائرهم بالملايين على أثر توقف جميع ورشات البناء عن العمل بسبب الحرب وبفعل ما يجري ويقولون إنه إذا استمرت الحرب سيصبح الوضع كارثيا وكثير من شركات البناء ستعلن إفلاسها وستنهار